وإن شاء الله سوف نطرح عليكم الجديد والمفيد في هذه الدواء بداية قبل أن نبدأ موضوع الحلقة اليوم إن شاء الله أريد أن أنوه إلى مقتهما جدا وهو سوف نلتزم من هنا ورصائدا بموضوع الحلقة الذي سوف يطرح الحلقة المباشرة تحديدا لأنه حسب ما جاءتنا من تعليقات أن موضوع الحلقة يبتر ولا يستكمل فبالتالي إذا كان بيكم أي تساؤل في إطار موضوع الحلقة حياكم الله على الأرقام أي مدونة أسفل أشاشة الآن سوف أبدأ لحضراتكم موضوع الحلقة وإذا كان بيكم أي تساؤل في هذا الإطار حياكم الله ونستقبل كلماتكم إن شاء الله بعد قليل موضوع الحلقة هو الإبن العاق وخطوط الرجعة مع الإبن العاق بعد أن تقطع كل خطوط الرجعة مع الإبن العاق وتقفل أبواب التواصل معه وتشح ينبيع مشاعر الدفء العائلي ويحل محلها الغضب والحزن واليأس بعد كل هذه الانكسارات النفسية قد يدفع على السطح حميم وشوق لإعادة فتح الطرق المزدودة مع الإبن العاق وحينها تنتج الأيادي لتصافح من حرق القلوب ونغص نفوسا اكتوت بنار العقوق المستعر ولكن هل كل الطرق المزدودة تفتح هكذا مرة واحدة بكل بساطة بدون تروي أو ترقب يابط الفان أم أن هناك أليات معينة بفتح تلك الطرق المزدودة مع الإبن العاق هذا هو مدوع حلقتنا اليوم سوف نناقشه مع دكتور إبراهيم الخليفي المتخصص في سيكولوجية النموة وطبقاتها التربوية فلنرحب بحضرته السلام عليكم دكتور حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييتي أعاك تبتسم الله يبارك فيك الله يبارك فيك الدكتور نبدأ بأننا تكلمنا عن إبن العاق وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين إذا تكلمنا في حلقات سابقة لكن لم نتطرق إلى هذا الموضوع كيف تفتح الترق مع الإبن العاق لأن الإبن العاق شال إيدي منهم وعاق انتهى الموضوع تفتح الترق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين العقوق له بداية وبدايته إما أن تكون من الشخص العق أو من الوالد بسوء تصرف أو سوء مقدمات فهمها الولد على أنها يعني إشارات ضعف في استحوذ على النظام وأصبح يتضخم تضخم سرطاني أفقد الوالدين هيبتهما وصلتتهما ودخلهما يعني في دائرات صاروا في فلك يدرون يلبون رغباته و يعني يلهفان ولا يستطيعان أن ملاءهم الخوف والحزن والشعور بالذنب يعني صيدرت عليهم مشاعر سلبية و نقص حيلة أو أما يكون من لثنين مشترك يعني عادة هما يكون من لثنين يعني متبادل متبادل العقوق المتبادلة 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 المشترك المشترك القاسم المشترك في كل الأولاد العقين أن لديهم ذوات ضخمة وهم أنواع فهناك من الأبناء من حقيقة يفاجئ أهله بعقوقه وهذه نسبة 30% العام الماضي يعني قبل سنة وشوية يكتشفوا أنه يكون مركب جيني في نقص في نقص حفظ الخبرات الأليمة عند بعض عند نسبة من الناس نسبة من الأولاد نسبة منه بسيطة يعني بس هو يزيد وينقص حوالي 30% من المجتمع بس عند بعض الحالات يكون نقص متطرف يعني هناك أولاد لا يستفيدون من تجارب هم السلبية بحيث أنهم يصبح العقوق عندهم أو تجاوز القانون حالة متكررة بسبب أنهم لا يحتفظون ما عندهم الخبرة للا يحتفظ بالخبرات الأليمة حتى ما يعيد يكرروها وعادة سبحان الله هذه الصفة عفوا الرقم يعني النسبة قليلة ولكن 30% من هؤلاء 30% من هؤلاء الذين لا يحتفظون بالذاكرة يكون فيه منتهى الهدوء بحيث أنه لا يرفض نظر والديه على أنه فيه مشكلة حتى يفاجئهم إذا وصل الثنوي 14-15 سنة بأنه أكو داخل هذا الصاند مشروع انحراف كبير كان ينم ويتطور يفاجئهم الولد بسلوك غريب هذه نسبة يعني من العقين الذين لا يحتفظون بالخبرات سلبي يعني ما عندهم لا يحتفظ بالخبرات يعني الولد سبحان الله أنا قلت الأولاد الأشقياء العفاريت أنا يتحرك كثير وكذا ويؤنب أو يضرب أو كذا عادة عادة يكرسيك مرة ومرة ثم يرتدع يكرم باب التحدي ثم يرتدع إذا كان في كل مرة يعملوا يحصل الألم يقف لا أكو أولاد لا مستعد يكرروا عشر مرات عشرين مرة إلى نهاية لأن الألم بالنسبة له تساؤل يعني لو كررت ما فعل ما سيحصل وماذا بعد وماذا بعد وماذا بعد ما عنده وجدوا أنه ما في المادة التي تحتفظ المادة الكيميائية التي تختزل التجربة ومش موجودة يعني لا يوجد مراسي للخبرات ما في مدرس الخبرات ما تصف ما عندها مينة ما عندها مينة في مخه هذا العام الوابعي 2007 بدأ الكلام حول هذا وطبعا ضج التربويون كان نتيجة هذا الاكتشاف من أنه طيب إذا ما جدوا التعليم قالك لا يبدأ يعاملوا كأنهم أطفال متوحدين يعني يعاملوا بنوع من الضبط القصري ومن هؤلاء يخرجوا القتلى اللي هم السيلة الكيلرز السيلة الكيلرز في المزيئ المهادئين يقبل بدم بارد بس هذا يعني برسبة قليلة هناك من أولياء المرد يتصب أن يقول ابن فجاني يا دكتور محقول هذا والد الصعب الهادي الملتزم يخرج من على الشر نعم هذا مجيد لأنهم هؤلاء العقيم من الأبناء فيعطون إشارات مبكرة على التمرد أو على الإلعاع في الطلب عادي عايز 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 لبوا 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 فمن باب الزجر أحيانا ومن باب الخوف أحيانا أخرى ومن باب التحايل ومحاولة شراء الخواطر برة ثالثة يعطونه كلما نمو ذاته هذه الذات المتضخمة بشكل يعني مؤذي حتى يبدأ يتجاوز الحدود هذا الأعظم من نراهم بهذا الشكل تمام وهم أنواع لكن في النهاية من المعقد للحقوق سببه إما يعني عادة أغلب ما نرى هو منه منهم هناك من الأولاد من يكون عنده اللي عندهم هذا المشكلة في بذوره كوام فردية وتوحد ولكن وهناك من أفسده أهله شعني مش أمه جدته تأخذه المبكر وتبقى تراشي حتى يكون جمهة تعطي 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 ثم بعد أن تنتقل إلى رحمة الله أو يوذيها بعقوقه أو يسترجعه الوالدان يجي الوالد مفسد في نوعية بالشكل هذا وفي نوعية ثالثة الوالدين احتاروا أو ما أحسنوا المقدمات فتكون الذين العقوق له مقدمات العقوق له مقدمات وتكسير الجسور هذا ساهم فيه ناس كثيرين نتيجة ذلك طبعا أنه والد ينقى ينقى مع الوقت وسبحانا الناس تقول لك التغيير هو حصل فجاء ومش وشاء هو كان تراكمي وسأنت ما لاحظتها هو تراكمي أنت ما لاحظت أنت لم تلاحله في صيفية من الصيفيات عادة الناس تشتكي من العقوق في شهر سبتمبر موصل الحصاد موصل الحصاد الصيف صيف نهاية مراحقة من بكرة دخول مراحقة متأخرة صفرة أصدقاء جدد أصدقاء سوك كذا كذا فيبدأ يبين أنه الولد وش ما أقول التغيير حصلوا شهرين لا يؤقل أصلا لكنه ما تتج وتراكم بطيء بطيء نتج عنه هذا المعرض الجديد أو هذا الخلق الجديد اللي بدنا نتعامل معه البعض طبعا يفرط في الشجار مع الولد حتى الولد يبدأ آيان آيان حتى تتكسر الجسور وتنقطع الصلة والبعض الآخر يجي يسأل عاد أهل الاختصاص إيش يعمل أو يستمع لمثل هذه التوجيهات علشان يحاول أن يوقذ ما يمكن إنقاذه ته إذن نحن متفقين أن العقوق له أشكال متنوعة وله دواء مختلفة لكن هل ضرورة يجب أن اتفق اليوم بأن يعني العقوق أو طرق فتح أو أليات فتح الطرق مع الابن العاق واردة في حالة ما إذا لو كان هذا الابن عاق لدرجة أنه أقفلت كل الطرق وكل الأبواب ولا يوجد أي خط رجعة هل ممكن أتفق على هذا الموضوع رغم أن أقفلها يعني هو حتى الخلاف الدولي بين الدول تغلق الحدد من جهة واحدة الجهة ثانية تقول ما عندي مشكلة لأفتح الحدود وصول لي أغلق نحن نقول الثوب ما ينشق بين عاقل ومجنع ما ينزق الثوب بين أي حبل لهم طرفان فمن أغلق الحبل من أغلق النفق أو من أغلق من كسر الجسر هذا السؤال الذي يجب أن نسأله في البداية مرة ثانية أشكال انقطاع الصلاء أنواع هناك طفل أو شاء مراهق قطع كل صلة بوالديه ما يريد أن يسمع منهم أي شيء بس لا يزال يرى مصالح عندهم مصالح كثيرة مصالح الأموال عندهم والفندق اللي يسكن وينام فيه عندهم تمام والأكل عندهم والسيارة عندهم ما تبدأ عليهم ما تدير كل شيء عندهم والقرارات الكبرى والتوقعات في البنوك وفي الدولة وفي كذا عندهم إذن ما محتاج فهو يبقي هذا القدر يعني سكر إلا هذه النافذة يأخذ منها ما اتخذ هناك آباء رضي أن يكون يقوم بدوب الصرف لكن هو نفسيا وقفت نفسيته عن أن يتعامل مع هذا الأبن فهو ليسكر هناك آباء عنده عزة نفس هناك آباء عنده حيرة هناك آباء يعني يعطي إشارات متناقذة مرة إذا أقل فأطغى الولد أكثر عرف الولد أني أنا استطيع كافئهم وستطيع عاقبهم وكافئهم بإقبالي عليهم وتبسومي لهم فيفرحون وعاقبهم بصدي عنهم فيحزنهم فينطلوا الولد إشاراتي أني محتاجك أني طمعان فيك والطمع دائما يورث الذل بعض إشارات طمع تجعله ذليلا وتجعل ابنه متنمرا فمرة ثانية فريقة القبع والتسكير والاختناقات بعضة مختلفة مختلفة بمعنى نكلمها مختلفة دكتور واليوم وضع حلقتنا هو إليات فتحة الطرق المزدودة إذا ما يعني أسأل السؤال بشكل مختلف من المبادر هنا لفتحة الطرق من المفترض أن يبادر هل المبادر هو الأب الإبن أم المصلحة الماذا بالضبط يعني أنه في نهاية الأمر هذا إبن عاق وهذا أب يعني يحن سبحان الله إلى هذا أبن الله ما صدر منه يحنه في نهاية الأمر إذن من المبادر كيفية المبادرة كيف تكون هو قبل الحنان هناك مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى هناك في يوم القيامة كل يجبه نفسي نفسي فأنا حقيقة يعني الآباء عادة إذا فكر بهذا الطريق بهذه المأزق بهذا المأزق وهو أني أنا لا أريد أن أسأل عند الله فأجيب جواب ناقص أريد أن أستنفذ كل وسائلي حتى أعيد الولد إلى سوابه وأنا لن أستطيع أن أهديه أنا أقدر أسعى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فأريد أن أعدر أمام الله عز وجل فأنا أعتقد أنه البداية تكون من الآباء البداية تكون من الآباء طفا في حالات قليلة في حالات قليلة منجح في أن تكون مبادرة من الأبناء بس لازم قبل أن يكون ويضي اقتنع من أنه مخطئ وأنه عقل هذا عادثا لازم يكونه تغيير جذري مثلا يكون أصدقاء فجأة يعني لأمر ما يخص أو مصيبة أو انتهاء موسم رمضان كذا اهتدى وأعرف أنه لا والله أنا كنت أخطأت ويعني طدت أعصى الهداية مثل ما نقول فهذه حالات قليلة تبدأ ترميم الجسور من الأبناء حالات قليلة أو يكون كبر عقل ونذج نعم فيبي يصلح لكن اللي يتكلم عنه اليوم هو مطلب على الآباء أن يحققوا طيب خلينا نتكلم عنه جيد بطلب الأباء كيف تكون المبادرة وكيف تكون الأليات لإعادة فتحة الطرق سبحان الله قد تكون هداية هؤلاء الأبناء على هدى مباقهم يعني والله هذا ما ينشأش طبيعي ولكن قد يهدى على كبير جدا يعني يعني أنا وصعت 9 في المياه أن الأباء ينجحون إذا هم أخذوا الشروط الصحيحة نمشي في الشروط الصحيحة نبدأ إن شاء الله أول الشروط الصحيحة أن يبدأ الأب يعرف قدر نفسه يعرف قدر نفسه يحترم نفسه لأن الولد لا تجاوز إلا لإحساسه بأن الأب هذا غير محترم بالدرجة كافية لا يزعل لا يزعل علينا كما تقولها الكلب أضحك صراحة إلا لا يشتراحك لأن التعبير في حد ذاته قاسي على الأب أنا لما أرى من ابني أنا حين أكلمكم أنا لما أشوف من ابني تجاوز أو ارتفاع نبرة صوت أسأل نفسي ما هي الإشارة التي أوعدت لابني أن أنا غير محترم أنا حين أكلمك لا أشغل في الناس أكلمك عن نفسي حالي أول ما أحس أن ابني ارتفعت نبرة أو سمعت منه نبرة يعني فيها تجاوز ما أكلمه أقول هذا ما رأيته هو مؤشر لي أنا فيه شيء بدر مني خلى ابني يطمع فيني إيش هو وبدأ أسأل وغالبا ما أكتشف أكيد أنا تجاوزت المضعوب فلاني أو ارتفعت نبرة في المضعوب فلاني أو تساعدت المضعوب فلاني أو أخطأت في المكان فلاني ولا ما أعتذر فهو وكنت فاضا لكرامته راح أخذ مني هذه يعني أخذ مني أذاني هذا الأذى قلتم أن هذا قلتم عندي أنفسكم دائما يعني النص القرآن واضح وقت الأزمة أسأل نفسك إيش اللي غلط عندي حتى تصلحه لما يلمس الولد لما يلمس الولد أن أمه وأباه يبذلان الوسع لإرضائه دون أن يكلم نفسه عن أرضه ومن مقابلان بذلك يعني هما ونهاية هي تذنيا وحاضرات يقول الله أنت وكذا يعني أنه نسمو عضاء بدرسني ما يسمع أشتبوني صمت شوف إن فان يتكلم لكنه ما يرد على طول يلقى في روع الولد أن هذول طمعانين فيني هذول أصل أنا أستطيع الآن والإنسان سبحان الله لعظم من صفاته أنه طاغي صفة لازمة قول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطرأ استرى انتباهنا بهذه الآية كلا إن الإنسان لا يطرأ أرأى وستغنى أرأى وشل يعني أضامنا مصالحه وأمنها خلاص خلاص يحول يصير نسوينا قواقع فعلا يعني فضينا وينطلق إلى اللي بعدنا فهنا نقول للأبناء لا 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 استرجع مادتك استرجع كيانك استرجع عنفوانك استرجع ذاتك اسمع أنت قاعد تستنزف أنت ما تحس أنت قاعد الولد هذا قاعد يمتصك كتوفيلي قاعد يخلص صوائلك وخلص كرامتك أنت ما تحس ارجع أرجع أسكر ابدأ فكر بالنفسك فكر بالنفسك هذا أول نقطة افكر بالنفسك لأنه مرة ثالثة ورابعة وخامسة وحنا كان في الطيارة قبل شوي قال عنده بوطة قنعة الأكسجين إن شاء الله ما احتاجتها لأن شاء الله ما احتاجتها زين ابدأ بنفسك أولا ثم اهتم بمن حولك والدس واضح كل شيء كانت آياتها تقولها الآياتها تقولها اهتم أنت بنفسك فإحنا على نظام الآيات نقول للأب أولا إذارة أن تعدل أي أزمة اهتم بنفسك أولا راجع نفسك أولا صن كرامتك أولا اعرف حدودك أولا اعرف شرك ما اعرف شرك هو ما يعرف الأب ش له لا يعرف أنه يملك هذا البيت اللي يسكن فيه الولد ويملك هذه الدراهم اللي ينفقها الولد ويملك السيارات اللي يتنقل فيها الولد ويملك القرار اللي يتعكم فيه منصير الولد أحيانا إلى الثمنتاحش وأحيانا إلى الواحد عشي وأحيانا لها نهاية العمر في بعض الأمور لها اشتراطات مثيل الزواج وينها لك لأنه انشغل بهذا الأبن العاق وانشغل Background إن شغل بالمفقود ففقد الموجود أحسنت إن شغل بالمفقود ففقد الموجود pirole�� والظلم الأشد والرسالة تصل لبقية الإخوان يعني الآيلة تكون ما شاء الله كثار يكونوا كثيرين عنده أولاد فيعطي جنة اهتمامة لهذا الولد ويبدأ يكتئب الأب يبدأ ينتحن يعني رأيت أعباء دخلوا في أطوار اكتئاب دخل في طور اكتئاب والأم بشكل وكذا فانعكس ذلك على الأولاد وانعكس على البيئة كلها فدمرت الحسنة وهذاك في غيه سادر ملك ما أخذ اللي هو يبيه ونسوي اللي هو يبيه طريق اللي يبيه احنا نقول لحظة 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 وقف احنا نقول لك الآن احنا نقول لك سكر هذا الشريان الآن وقف هذا النزيف استرجع كرامتك اعطي عذاتك اموالك لا اوجه اهتم ذاتك اهتم ببنيك اهتم استمتع بحياتك انت اتعس حياتك مش هو لا اوجه ده حد يتعس احد التعاس قرار والغمر قرار والحزن قرار نعم جميل لكن انا اريد ان اصنخه في كنب المقتل قبلها انه اه يعني انت اتعست حياتك يعني هل تعتقد بانه وجود ابن عاق في البيت انا يتعس انا يتعس الاب انا يتعس الام لا يعني في حد ذاته تعاسى لا مو مبرره يتعس يعني مش هو ليتعس ليس سبب نتيجة لا لا مش وجود العاق يتعس وجود العاق مقترح اما ان يتعس او ان يصبر او ان يخلي الواحد يقول ما قاله رب العالمين لنوح ويكرره انه ليس من اهلك انه انه عمله غيره صالح وبالتالي الحمد لله انا اندي البقية الصالحة وانشغل فيهم هذا عالجه علاج مرضى لا يجب قوة تحول الى طبيب فهم لازم قوة هائلة تصوره تصور 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 في المخ يا صبر ايه يعني انا اتقبل قدر قدر الله قدر هو لأسعاد يصير الولد يعرف اصول اللعبة اكثر منه يعرف اصول اللعبة كبير منه فمثلا ابوه شاغلت قضية السمعة ام كمام لوثت لي سمعة يا ابني ايه سمعة الاسرة ام ايه او يعرف ان ابوه شاغل يقول ذلك شوفوا شو يقوله كثير من الاولاد عند نقطة معينة من الاختناق يقولك اذا ما سوتوا جيهكم ايه صحيح اذا ما حطيت روسكم في الطيب اذا ما رويتكم يبدأ الاباء ليش يكون عادل اب جرب انه يعني اذيق الخناق جرب انه يمسك اه فيبدأ الولد ويطلع ادباج كروته فاذب هو ينطلق الولد احيانا في كثير من احيان ينطلق من وعي لمصالحه وحقيقة تقدير لذاته ما سفاهة يعني هو تقدير مش تقدير التقدير التقدير العالي لكن هو على الأقل هم هو ما هو اقدر تقدير لحب الذات وعلى مؤشر لتقدير الذات موجود في السجون بالمناسبة بحوث علم النفس تقولين انه وعلى في الدنيا موجود يتركز في السجون كغروب لانه من كثير من هم مأقذاء وقدرون تجاوزوا القانون وقتلوا الخوف ما عندهم مشكلة يعمل اي حاجة فالأب وصل الى شيء من هذا ان شاء الله ان شاء الله ما يكونوا وصلوا لهذا لكن الى شيء من هذا في حين الاب منتهب منتهب تأكله المخاوف والأحزان والشعور بالذنب والله والله فبالما اللي يرضى الغير المثابت يكون اقوى واحد يكون حارس مربع واحد يكون ثاني شويت ثاني شويت نعم يكون هو اقوى طيب في هذه الحالة دكتور يعني في حالة انه هذا العاق وصل الى مرحلة انه استقوى على الاب نستقوى عليه في هذه الحالة يعني وانا في ذات يعني وفي ذات الوقت يريد ان يفتح طريق مع هذا الابن حتى يعني يغير مصاره يعني كيف التوازن بأحيي اتحول 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 احول اصول اللعبة اصير انا الشويت انا الى الشويت البلنتي وويسي القوتشي اخليه القائد اخليه الليدر لا انا 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 متحكم وعشان اتحكم لازم اتحكم بنفسي واخر فاتحكم انه يطغى هو العفو لا لا هي لعبتها كذلك زي البالونة تنفخ من جانب الثاني يضغط الصب يعني اذا ضغطت البالونة من جهة الضغط يروح يراك اعطينا مثال صباح حاضر يعني لما يجي اب ويقعد مع نفسه جلسة كذا ويشوف يحصر ايش انا عندي ايش انا عندي استطيع ان ارجع فيها الامور الى مجاريها وارجع ولدي هذا المنتفخ المتضخم اللي متصرط وارجعه الى الوضع الصحيح وامل انا املك كذا واملك كذا واملك كذا واملك كذا والولد عنده نوع من الانانية بل عنده انانية اذا انا لو جيت وبدأت بجلسة كذا لطيفة معه اشترطت فيها الادب علشان اكلمه اشترط فيها الادب حتى اكلمه شنعني اشترط فيها الادب فاني اول ما احس بقلة الادب اقول واروح لبس بجانتي وانا وممكن بعض الاباء يقول ابو هاي انا كلمك وانتروح يحصل ترى في عشرات الحالات التي تشوفها ما اعرض عليها اقول للأب لا تنزل الى مستوى المهاترات ابدع عط مؤشر جديد اني انا لا انزل الى مستوى المهاترات ولا اعطيني حاضرات واني عندي كل قلته انا اللي عندي كل قلتلك ما عندي جديد ولا تكمل معاه كلمة ولا تكمل معاه كلمة الا بشروطي الادب وانا ومش حقول له ادب حقول له ابني انا ما اكمل لقني خاش منه سلام علي فهيبدأ مراعاة لمصالحي وليش احترام لك في البداية ها يلتزن ملاني ملاني الامر الثاني البداية والنهاية والوسط والغلاف اللي تتم فيه الاحداث هو الحب مهم سواء هذه قضية من اسعب نقض قضايا كيف يا اخي احب واحد يمزعجني ومؤذيني وحاطر اسيف الطين وقعدي يجيب لي مصايب ومزعج حياتي لا احب غصبا عليك تحب لان الحب ليس له سبب انت تكرر سنوك لكن تحب السالك تحب الشخص تكرر السلوك وتعاقب على السلوك وكل ما ستفعله يا اخي الكريم ويا اختي الفاضلة نستهدف منه سلوك الولد وليس الولد من تتحول المسألة الى شخصية ويخلط السلوك بالسالك اخربت القصة فبدا الولد تصل مشاعر هذا ما يحبونه انا اقول له لا انا احبك واحترمك ولكنني ولكنني ما اناقشه في هذه الجلسات هو سلوكك مش انت انت محبوب يا ابني ولكن سلوكك غير محبوب وما دلائل حبي له الظلم واللم والتغسمن عليه تعال 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 اقول له تعال وينك اليوم شو داخل تعال هو طبعا توقع معركة ما عثت له بوست اليوم غريبة هذه هي التغيير طبعا نحن نتعلم هذا ليوم ليش بحسنوك واحد يكون ثديلة اقول له ومن قال لك انها خفيفة ومن قال لك ان امانة استخياط الله في الارض خفيفة من قال لكم انتم ومن فهمكم من فهمنا من فهم الناس ان مسئولية تربية الاولاد خفيفة من فهم الناس هذا الكلام بس انجيمهم وانجيمهم وسنرم لا 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 هي بهذا الشكل بعدين حقيقة لا افعلها الا الكريم الكريم الذي يكرم نفسه هو الذي يقوم بواجباته اللي الله رح يسأل عنها يوم القيام فانا اقبل لاني احب ولاني اعلم ان الرفقة ما كان في شيء الا زانة وما نوزع مشين الا شانة جميل نتع الاشتراك الثاني لكن بعض المكالمة عنا مكالمة وابو الاول في نفس الاطار طبع من ابو محمد مملكة العربية السعودية السلام عليكم ابو محمد يا الله ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء خير مساء النور تفضل حنا بس بنكلم بعد ذنك ينكلم الدكتور تفضل ابراهيم نعم دكتور ابراهيم نعم مخصوص ان السلوك والسلوك والابناء ما توقع والله اعلم ان السلوك اللي دارج على الابناء يكون يكون الاب هو الاساس فيه في السابق بحيث يكون الاب هو من كان حق في الماضي والان هو يحفد ثمرة عقوقه في الماضي في ابناء الان وهذه ردة فعل طبيعية بحيث ان الاب ما كان يعني مرضي للاب والام في السابق وهذه يحصد الان ثمرة ما ما فعله في الماضي يعني شي طبيعي يعني الشي بشي يذكر صح والله دايما عاد مانوح عليه السلام يعني كان نبي صحيح لكن ويعفو عن كثير بس يمح ممكن بعض الابعات يدي على ولدي يقول بلامين جعل الله يوريك بحياتي ما وريتني الله لي بلانا لكن الله عز وجل يأفوان كثير الله ارحم لكن احنا هذا لا يعنينا احنا ما يعنينا يعني يقسمه الله عز وجل لعبد اراد ان يأدبه ويعني طهره من عقوقه لوالديه في السابق احنا يعنينا اشتراطات تخالف هم؟ فينتج عنهم انتجه قد يكون بعض الاباء طيبا مع والديه وحانوا وكذا ولكنه اساس اه تعالوا مع ابناء فاكلوا اه طيب ابن محمد مشكورات دكتور ابراهيم انا اقول لك يعني بخصوص يعني حنا بما اننا لاحظنا الملاحظات هذه في السابق وحنا طلعنا على نفس الملاحظات التي انت طرقت فيها ان العقوق لابد يكون له سبب اه لا شك لا شك يكون سببه في الشخص نفسه يعني يعني مستحيل ان يكون واحد بارا في والديه ويطلع له ابن واحد يعني عام لا والله مستحيل لا احنا مختلفين لا مستحيل لا يوارد ان يكون بارا في والديه ولكنه مسيء في تربيته لابنائه اما دلالا لهم او قسوة عليهم مثل ابوه يكون حنون لكنهم شديد طبعا يشد في عياله في هالزمن ما حد يشد مع عياله في هالزمن التفاهم لان والد يمكن يكون امي انا انت علمت انا يقول ان ملكت النفوسه انا ملكت نفسي انا ملكت نفسي ايه اجي اعاملهم اليوم بما يعامل عصرنا غير عصر ابانا صحيح انا رأيت من عطه ابنائه وهو كان دارا بوالديه لانه اساء في المقدمات طبعا حيارات كثيرة تطرق العصر وعلى الشباب وعلى عقليتهم نعم 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 مكلمة اخرى من ابوه علي مراسل خيمة سلام عليكم ايوه السلام عليكم احبوا عليكم السلام ايوه السلام عليكم سلام عليكم سراحة ماشا الله جزاكم الله خير وبرك الله فيكم يعني اه اه قناة الشارقة وبرامجكم والاه الناس الافاظتين تصطفوهم يعني شيء اه سراحة ان تستحكون علي الدعاء في كل صلاة والله ايزاكم الله خير صارت الله فيكم اللي بي مشاركة في النقطة الاولى اللي قالها استاذنا الفاضل الدكتور ابراهيم في ان فعلا يعني لما الابن يرفع صوته على ابيه او مثلا يعني يتجرأ ولو حتى بكلمة فالكلمة اللي قالها الدكتور ابراهيم لابد ان الابن يسأل نفسه ايه الا انا عملته علشان ابني يتجرأ علي بهذه الطريقة او يرفع صوته علي بهذه الطريقة من ضمن المسائل والله عملك سؤال معين هو علي حضرتك الكلام هيجي لحضرتك احسف معادي لانا انا وقت محدد احنا اقتصرنا وقت البرماج اه علاقة الاب مع الله سبحانه وتعالى لو الاب مع الله سبحانه وتعالى نعم هي علاقة خوف ويعني تضرع مع الله الله يجعل له هيبة في يعني عين اذنائه وهكذا احد الصالحين مرة الفقر اكل قطعة من خف كان نفسه في قدمه فتمثل ببيت الشاعر ولو اني من هذيل لم تستبح ابلي وراجع نفسه لانا نفسه يقول لو كنت من مازل لم تستبح ابلي ايوه نعم بل لقيبة من ذهن ابن شيبة نعم نعم ستسيني مرة اخرى يا اخواني الله بارك فيكم احنا دعنا نتكلم عن ادوات وآلية يعني شخص يتق الله عز وجل حق تقاته ويذهب الى المعركة مجردا من اي سلاح ويقول بتقوى الله سانتصر هل هذا معقول لا الله قالوا وعدوا لهم ما استطعتم من عدة التربية تحتاج عدة ما يدخلها الانسان بتقوى الله فقط الله ما يقبلها صنا هذا ليس من التقوى تدخل التربية بغير عدتها اكيد او تدخل التربية متمدا على تاريخك مع والديك لا هي عدة هي من اشرس المعارك اليوم ومن اشرس الحوب هي الحروب على الابناء وعلى اصلاحهم انت عندي وقتال من خصمك خصمك هوليوود يا رجل خصمك الالكترونيات خصمك الاسواق اللي مليانة يعني ا ا ا ا ا ا ا ا ا صور ونماذج انت غير مرضي عنها وتقولني انا بدخل لا يا اخي انت تجي تقوى الله عز وجل رأس كل امر هم ولكن تجي لغسول كنساء سلم لما راد ان يهاجر طلع بالليل وورا راح جنوب وورا يح شمال خامت كل التفاصيل الاجرائية وهو سيد المتقين ناخذ فاصل دكتور ونتواصل ان شاء الله ومشاهدين الكرام ابقوا معنا بعد فاصل التواصل مع هذه الحلقة مع دكتور ابراهيم الخليفي وكيفية فتح الطرق المزدودة مع الابن العق موسيقى 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 مع دكتور ابراهيم الخليفي وأعيد وأذكر سيد المشاهدين الكرام الراغبين في التواصل معنا يريد التواصل يكون في موضوع الحلقة على الابن العق دكتور ناود الاشتراطات التي بدأنا فيها قبل قليل أول شيء حدثت قلت أن الأب يجب عليه أن يحترم نفسه أو يحترم ذاته نقطة ثانية المحبة محبة ستة والمحبة دائما نقول أنها أرصدة مطلب منها أن تتحرك وتستثمر في الخارج إذا تمت في القلوب دون أن تخرج تكون ميتة هناك حب ميت حب الأب أريد أن يخرط بعض المحبة تحول إلى حقد خاصة إذا الولد الأب حول الشيء إلى أمر شخصي وكره ابنه لأن الابن هذا زي ما قلنا يعني حط روسنا في الطين نقول لا أنت حدد خصمك في هذه المسألة هو سلوك ابنك وليس ابنك وقل بواجب المحبة نحو ابنك قلبا من القلب وقالبا وهو الأقل أهمية الأكثر أهمية هو السلوك الظهر والاحترام والتوجيب والتكنية يعني حدد كان قلبي يعني مش راضي ولا قلبي مثل 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 بشاشته وجه المرء خيره من القراءة خير من الأكل والطعام فكذا يقول لك فإذا انت مدام تؤدي الخدمة لهذا الابن وبعد يتنعم بفضل الله عز وجل عليك في بيتك وفي كده يعني ورية أنه ماكو شيء شخصي طيح ما عزلت ما عزلت لأن الأولاد ذو لا صغار هم صغار يتصرفون بالتجيبة والخطأ فإذا عمل شيء ووجد كراهية سينقاه لكن إذا عمل شيء ووجد مقابله يعني تغافلي من جهة حزم ولكن ماكو شيء شخصي وعند حلقة عن الحزم وعند حجلناها نعم ما في شيء شخصي بالضبط ما في شيء شخصي أبدا أبي هذا ما يكرهني يكره سلوك هذا يعطي فرصة لراجعة نعم نعم طب ناخذ مكالمة أم أمار ابو ظبي سلام عليكم عليكم سلامة الله وفضّى لي سيدتي من فضلك أنا زوجة أب وأرضي من أولاد زيجي زيجي اثنان وأولادي خمسة ولكن لما مرحلة صار البنت مثلا لما صارت في مرحلة جامعية يعني بدت ما أعرف هل هو عقوق أو إنه تصرفها يعني هل أنا تعتبر إذا هي خالفتني أو رفضت أشياء معينة تفرضها العادات والتقاليد والإسرة هل هي عاقة إلي أو أنا لا أعتبر أم إنها أنا أمها موجودة أنا سؤالي بديتي تربينها من عمرها كم؟ آآ تقريداً عشر سنوات بديتي جسور مودة وكنت أصدقاء نعم في مودة وفي حب وفي اتصال يعني وبعدين عندي شي في البيت نعم عندي شي في البيت آآ لا هي الآن مش عندي في البيت هي انفصلت عنا في سكمة سكن لوحدها ويتدرس بجامعة خارج إمارتنا وانفصلت في سكن لوحدها ما هي ما سؤالي تشيها لا يعني أنت تناصحينها كصديقة هي ولي أمرها أبوها نعم وأمها مسؤولة عنها نعم وأعصبتها يعني أعمام أعرفتي والأخوال من جهة الأم يعني يعني لا تهلكي نفسك لأن أول شي تحديدين مسؤولة الشرعية تقومين بالنصح تستثمرين الود لا شك تبنين الجسور ماكو شي شخصي لا تكفرين النصيحة واذا تحسي أن النصيحة غير مجدية واستبدليها برسالة عوب بمودة وكذا كذا حتى تكونين أنت إحدى خطوط الرجعة في حال أن البنت نأت إنما نبهي أبوها إلى بعض التجاوزات بدون أيضا بشكل عاقل يعني خلي ما تفهم أن أنت حرفتي الأب واحفظي مواردك لتربية ما لديك أم عمر من عجمان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يعطيكم العافية شكرا كثير على علم الله الله عافية شكرا دكتور علينا صوتك شوي يا مامر إن شاء الله يعطيك العافية يا دكتور الله يحيس والله عندي ولد يمغلبني شوية عمضي 17 سنة بس ماش الكلام بالمرة مشاكل يعني في أي إش تقوله هيك بروح هيك يعني وأنا ظروفي أبوه مسافر يعني شغله بالطلب يعني إنه بغيب فترة وبيجي شعر عندنا إجازة كتير يعني أنت نايمة أم عمر ولا صحية لا لا دايفة بتنامي نعم أنت في دايفة لا لا تباح شفيتي تتكلم أنت دي كيس يا اسمعك الولد وتي تتكلمي بالشكل هذا دايفة اللي برطي بالشكل هذا بيجي شعر مستغزة فأنتي شوية نفسي تعاقري 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 شوية شدي شدي تعاقري وين رايحت وين تاقتش واحدة أم تتكلمت بيك بولده يعني يعني حقفت شدي واتكلمي معايا ستي إن شاء الله إيه ما شوية شوية أنا قل إن شاء الله إن شاء الله إيه لن طولتين كلام والنبرة كذا يعني هذا الناس يعني يعني يقولوا هذي شو هذي منتهي هذي سامعتني يا ستي فهمتي شو وصل للولد الولد موصل له أخطر من كلامك نبرتك نبرتك نعم خلاص انت وايس انت انت بدش دوى حبوب أشان ترجعوا لا أنا قلت اتركيه الآن واهتمي بناسك شوية يا أختي هذا النمط من الأمعات يؤكل وينفض قشرا سمعين يا ستي أيوة معا فهمت ايش فهمت أنا من سؤالك ايش فهمت من سؤالك ايش فهمت من سؤالك اه جابوا مني الله عمار ورحت اي زاوبوا الدكتوري الله عمار ايش فهمت من سؤالك الآن ماذا عرف انت شو فهمت الآن انك مستنزفة هالولد هذا مضوخك متاعبك 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 سعلا وحاليا وضع يعني فالفترة هاي بسلعت جدا انا ما بديها يتعبك انا ما بديها يتعبك اه عندك اخوان غيره عنده الحمد لله حلوين لطيفين اي الحمد لله ولا زيهم كتير الحمد لله مطير بس ركزي عليهم وانسي وضع الآن انسي وضع كم شهر شهرين ثلاثة علشاني انا سامتك يعني من السنة الفاتت انت واحدة حكت يعني انت تقريبا نفس موضوع وقلت لها اتركي وما بدي ما بدي اتركي يعني الولد يابر اتركي يعني بحاجة ما بدي اتركي بدي تهتمي بنفسك تقصد ابن سلطان اولا ارجعي هاللي راح ملك نزف يمنك كثير انت من طاقتك النفسية اهتمي واستمتعي باولادك كان ليش موجود اما فعل شيئا مخالفا للدين واضحا قولي لا اسمع الدراهم عندك وانا غلطان الفلوس مش عندك القطع الفلوس القطع 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 يعني الاب مرايح بس الام عندها سلطة عندها موارد البيت عندها والفلوس عندها وقرارات كثيرة عندها وانا متأكد من الولد ما يجي البيت اللي محتاج فهي تجي يعاد تقول لا اسمع انت في التجاوزات الرئيسية اللي سويها في البيت تقول لا انما ما تشغل حالها فيه الى ان تسترجع طاقتها وتهتم في اولادها وتهتم في حالها عندها نبراتها ايضا راح تتغير واذا تغيرت نبراتها والله الواد حيفتح عينها دا تكلمت امي طرق عليها طارق امي مش امي امي استشارت صارت شريلة الان صارت قوية عجبني المصطلح انه نوعية الامهات الذي مثلك يبتل وينفذ وانا ابني وانا ابني طرح وانا ابني طرح وانا ابني طرح وانا ابعدنا ناعش عندنا ما عندنا لك الا هذا الكلام ان نقول كني اقوى اخونا عبد الله من قطر السلام عليكم اخونا عبد الله من قطر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اخونا 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 عبد الله احنا عبد الله وانا ابنك وانا ابنك مازال يبكير كثير نحن نجول عنه ولكن طبعا اكيد هنطلح سؤال نفس الاطار انه كيف نحن ابناءنا من الصغر او كيف ممكن احنا محوطنا بسياج طربة وهي حتى لا يكونوا عقلين في المستقبل. يمكن ان هذا الاطار الممكن لحدها السؤال. نضع سؤال دكتور؟ لا نسمع سؤال غير هذا فيه. لا خالص ما عدى حد على الهواء. خطورة العق طبعا. انه يشيع نموذج انت غير راضي عنه في البيت. فلذلك لما نقول انتفذ أيها الأب ويسترجع مفضاعا من كرامتك ومفضاع من طاقتك النفسية أو الأم وعندي مرة أخرى قائدة لهذا البيت متولية لأمره هذه رسالة لهو لغيره لهو بأن أنت رح تأخذ حجمك ورح أتعامل معك بالوقت المناسب عندما أسترجع كامل طاقتي وللإخواني الآخرين في البيت أنه أنا ده غير مسمح فيه السلوك هذا السلوك هم مسمح فيه هذا السلوك لا يمشي عندنا في البيت هذا بالنسبة للصغر فلوكم الاشتراطات إذا نكمل يجب أن نتبقى من زمن دقيقة من أربع دقائق بزمن البرنامج هذا الشكل هذا هذا يخبرني المخرج نعم لنمارس هذا السلوك المحبة نأتي للولد وقول لأسمع فيه جلسة هدوء إلا عند مقتبع يقول لأسمع يا ابني ترى هذا البيت له نظام نعم نحب نذكر فيه هو ليش يسمع ما حيسمع بس أنا بقول له الكلام باب الإبراء إبراء الذنة هذا البيت له نظام نظامه في الدخول كذا الخروج كذا اللي يطلع يقول حرجع في الوقت الفلاني يرجع في الوقت الفلاني اللي مثلا ياخذ المصرف ينفقه فيه كذا ولا نزيد استخدام السيارات بالشكل هذا ما حد يسوق مثلا قبل 18 سنة إذا فيه سائق مثلا لا يوقد إلا بإذن وحط للنظام أذكر به ليش علشان أبي الخطوة اللي بعد ذلك أنك تجي وأنت تطبق النظام فإذا ما سألك الأولاد بذلك ليش ومن أقوى الأسئلة اللي يستخدمها لأولاد كلمة ليش الجواب إذا سألك لماذا تعملت كذا أنا شعرح له في النظام أقول له ابني أنت أقول لي ليش أقلب السؤال على لماذا أقلب لأنني حيث لا يستفزني عندما أصل إلى جمع ذاتي وكمل جمع ذاتي نظام نظام أقول له ما أجابه لليش أقول له أقول له أنت تجاوبني أنت تتعرف ليش أنت تعرف ليش ما أبي أعصال لحد من أخوانك أبي أسألك أنت فرح يبطل يقول ليش من الأمور اللي أنا أفضل أو مو أفضل أو أحب يعني أحرص على أن الوالد يهتر التزم بها هو لا تكثر الكلام ولا تكثر التحقلقات مع ابنك لأنه أبناءنا الأبناء اللي وصلوا لها الحد من العقوق ما يحترموا كلامنا عندما يصل الابن إلى هذا قصة فاضية إذا أتكلم قصة الكلام ثم تتنربور هو ما يشوف لا تكثر الكلام إذا أردت أن تقول كل شيء فحذر له واحذر أن تسأل أسئلة غير ذكية لأنه من الأسئلة غير ذكية كلمة ليش 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 سوى تشري يقولوا لين كنتوا ما عطيتوني لأنه وصل كل الناس يسعون تشري لأنه أي طبعا لا يقول له مثلا أنا مرة أب يعني يحكون بمجموعة من الآبا أنه يقول لكل ابن مثلا أنه يقعد يوم من برى البيت يسيروني أو يتعبني أو يدوخني إذا رجبوا لأوين كنت ليش سويتني فيجاوب لأشانك تسألة ابني أنا باليومين تعبت وما نمت هذا الحال هذا الحال اللي أنا وصلته يجعلك سعيد هذا السؤال في مأزق إن قال لي حقلت حي يعني معنا استحقد أي شي ليه مليان وإن قال لا معنا أنا ما أحتاج علق بعد أكو أسئلة لو أحسنت نعتها وتجسيدها وإلقاها عليه أصدرت أنت المتحكم في الوقف وأكو أسئلة من تسألها تفقد كرامتك مثل ليش ومين وين كنت أنا أحيانا بعض الأولاد ما أسأل أين كنت لأنني يعرف ما سيكذب في زايا وقت إذا مرة أخرى حتى نرمن من كسر ما يعني الترميل سيكون خلطة كبيرة خلطة كبيرة وفيه نحن التعقيد أولها الهدوء النفسي والاستقرار ثانيها المحبة ثالثها حسن إدارة اللعبة رابعها البيان البيان الواضح المعلومات الواضحة من المطلوب من الولد اللي هو النظام والصبر على ذلك بعدين يجي الحزم والحزم سيستغرب الأبناء أنه عندما تكتمل هذه الاجتراطات ويبدأ يحزم سيشوف نولده بدأ يتقلص يتلملم يتلملم لأن الحياة في مصالحه في إطاعة هذا الوالد الحازم الجاد الواضح الذي ما عاد الأولي ليس هو أبي الأول وهنا نقول فتحنا قناة فتحنا قناة وعدنا الوذل لكن هنا خطورة طبعا هنا أن الأب يستمرئ الحزم وهذه خصصنا نحن خصصنا نحن فيبدأ يحجب هجوم مضات قد يدمر الولد فهنا نقول أيضا التوازن مطلب لا تنسى المحبة لا تنسى الصداقة يعني اقفز بلا الحزم إلى أن تكون صديقين طيب هل كل كلام نظري لا والله والله أنه مجرب وأنه نفع وأن آباء أن تحولوا من أناس يقول للولد هو يقول أقول كلمة عمره 15 سنة أقول ليا أبني أدرس يقول لي أنت بتغلب ويقول لأ يلا يلا واخر عني الأب يلا أغرر لأبيه إلى أن أصبح الآن الأبن يمشي ظلا لأبيه والكثر المحبة والصداقة بينهم ليش لأن الأب أخذ بهذه الاشتراطات وماك آباء عمل بلاوي والهواي لما استرجع الأبناء قصدي عمل بلاوي لآبائهم ولأمهاتهم لما استرجعت الآباء والأمهات استرجعوا قواهم وطبقوا هذا الأمر فتحت القناة وأصبح الولد نجحت الحمد لله الوصفة وأعاد الولد آمنا إلى سر به شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الخليف بارك الله فيكم إن شاء الله الشراطات هذه تصل الصدق ومشاهدين الكرام وتنفعهم بإذن الله شكر أيضا لحضراتكم مشاهدين الكرام وشكر أيضا لكل من ساهم في أسة برنامج موسوعة الأسرة واللقاء تجدد بحضراتكم إن شاء الله الأسبوع المقبل لذلك الحين لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر